سين إذا طلب منها أن تقول قبلت فلانا زوجا لي أمام الله بلا مهر أو شهود فهل تصبح بذلك زوجة له جيم هذا ليس زواجا بل هو انحراف وتسميته زواجا كذب وزور وخداع وكم من امرأة غافلة استدرجها الذئب الماكر بمثل هذه الحيل حتى فقدت عفتها ثم تركها ناسيا زواجه المزعوم فلا نفقة ولا حقوق بل ولا طلاق إن الزواج الصحيح لا بد فيه من وجود ولي المرأة وشاهدي عدل من المسلمين وأي نكاح بدون ولي فهو باطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقال أيضا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والله أعلم فنكاحها باطل